تجاوز معدل البطالة في غزة 52% ودركة بين أوساط الخرجين تحديدا 70% بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني مدافع الكثيرين من الشباب على الإقبال على أعمال غير موائمة لطبيعة شهاداتهم الجامعية التفاصيل في هذا السياق في متاهة الانقسام والحصار تضيع أحلام الشباب على قارعة الطرق أحمد أحد الشباب الخرجين الذين لم يستسلموا لمصاف البطالة ركن شهاداته الجامعية وبشر بالعمل على هذا الكشك المتهالك فبعد السكتارية كملت إدارة أعمال برضو لغة انجليزية وخلصت خرجت بمعدل تراكم 95% وبرضو قدمت في المؤسسات أكثر من مؤسسة دولية أكثر من مؤسسة حكومية برضو ما حصلتش على وظيفة في البلد فرصة العمل معدومة كل ما لها من سيء إلى أسوأ بمحاذاة أحمد أخوان تخرجا من قسم المحاسبة ولكن قصار أعمالهم لم تتجاوز عمليات حسابية بسيطة على هذه البسطة لبيع الشاي والقهوان طبعا أنت جاءت لشغل البحر اللي هو البسطة بيظل أفضل ما أني أقعد في البيت منه بأصرف على نفسي منه بأصرف على بيتي لأنه في الش اللي أنا في كل البيت بقى أشتغل حياة وبدها تمشي مش بس علي على غيري أغلب البيعين اللي هانا على البحر اللي مخلص جامعة اللي دخل جامعة فصل أو فصلين وما قدرش يكمل إذن هنا على كرنيش مدينة غزة يتزحم الشبان الخرجون يطلبون من العيش أقله بعمل غير موائم لهم ورغم بساطته يجد أصحاب هذه المهن القدمة أزمة في وجود هؤلاء الشبان كل واحد ماشي بلاقي شغلة بفتعها شغلة على الضرة دقيتها سلاقة بخمسين شغل ومقود بعشرين شغل ونتفتها على الضرة والحمد لله وصارت الحمد لله شغلانة الضرة باقت مياه زمان باقت ممشي حالها الحمد لله اليوم ممشي حالها بزيادة يعني الحمد لله صارت شغلانة الضرة كنا نبيع ألفين كوز صارنا نبيع أربعين كوز بمحاذاة هذه البسطة وبالقرب من الشاطئ يتكدس المواطنون التارتا للهروب من انقطاع التيار الكهربائي في صيف حار وطورا بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية اليوم فيش فيه كهرباء الواحد بحاول يشروط بر الضار لأن الضار بنقدش فيها من غير كهرباء بنيجي نقعد في المعاطق هادي على الكورنيش لأنه شغلة رخيصة وشغلة بتكلفش كتير لو بدنا نروح على مطارح تاني بدنا تكلف الواحد كتير واحنا مش بيستطاعتنا نروح من مطارح كبيرة زيك بيجي الواحد بها العشرة شيك اللي بيقضحها لو بيقعدوا أولاد ويقعد ساعتين ثلاثة مرة نحو أربعمائة ألف عاطل عن العمل في أوساط الشباب في منطقة ضيقة باتت أرضا خصبة لاجتذاب الفقر رغم صعودها في لائحات أكثر الشعوب تعلمن هنا حيث منفسهم الوحيد يجتمع المواطنون لجبر الدرر الذي خلفه الحصار والانقسام ضرر ما زال مصيره في ذمة الأيام لأخبار الآن اسلام الزعنون غزة فلسطين